مرحبا حبايب قلبي كيفكم متمنى تكونوا بخير اليوم بدنا نعمل قطيب بطاطا حرة لبنانية بطريقة كتير سهلة وبسيطة والطعم اكثر من رائع وتفضل معي عالطريقة اول شي رح اشر البطاطا وبعدين بدنا نقطع البطاطا مكعبات انا في عندي هاي الماكينة بقطع فيها كتير سهلة طبعا فيكن تقطعهم بالسكين الشي ياندي اسهل لالكون المهم قطعنا البطاطا مكعبات هلأ بنغسلهم كتير منيح لازم نغسل البطاطا كتير منيح في عندي مي هون عم تغلي بدي انزل بالملح وبعدين بدي اسلق البطاطا لمدة 3 دهاي بهالاسناء بدي جهز الكزبرة من نقي الكزبرة طبعا هاي الكزبرة انا منضفها قبل يعني منضفها كتير منيح وهون بدي اقطع الكزبرة التقطيع بدي تكون خشنة ما بنا نقطعها نعمين لازم كون تقطيع الكزبرة خشنة شايفين حبايب يعني هيك صارت عندي الكزبرة جاسة هدا الماء ستبيتا هاي البطاطا هون بعد 3 دقائق صارت جاسة هلأ بتغفي الغاز وبصفيهم من المي بهالاسناء كمان بدي افرم التومات تعريبا هاي كمية التوم اللازمة هلأ في عندي زيت هون حامي بدي بلش اقلي البطاطا لازم نقلي البطاطا لحتى تاخد لون اشقار حلو شايفين هيك هادا اللون المطلوب طبعا بعد ما خلصنا كل الكمية منشير البطاطا لجنب هون بدي انزل بشوية زيت نباتي وبدي حط توم بدي يقلي التومات لازم نقليهم كتير منيح وهلأ هون بدي حط نص معلقة كبيرة من دبس الفليفلي دبس الفليفلي بيعطي طعم كتير طيب منقليهم مع بعض كتير منيح وهلأ بدي اضيف الملح وبدي حط فلفل اسود وهلأ بدي انزل بالكزبر الخضرة طبعا بس ننزل بالكزبر الخضرة يعني منقلية بس لمدة خمسة يعني مو اكتر من هيك لحتى ما يصير لونه اسود بعد منها لازم ننزل مباشرة بالبطاطا بس في اضافة صغيرة انا بدي يحطها اللي هي ليمونة عصير ليمون فريش بدنا ليمونة بتعطي طعم كتير طيب شايفين حبايب هوني عصرت الليمون وهلأ مباشرة بدي انزل بالبطاطا طبعا انا هوني خففت الغاز هلأ منحرقهم مع بعضهم لحتى البطاطا تتشرب من السوس نعمل لهم هيك تقليبة وتحريكة على الخفيف بس لحتى البطاطا تتشرب من هذا السوس هيك الاكلة صارت جاهزة هلأ منحطها بصحن التقديم وكمان نعمل لها رشة ليمون تعطي طعم كتير طيب وللتزين بنحط شوية كزبرة خضرة وهيك اكلتنا صارت جاهزة يا حبايب كتير طيبة وعن جد رح تعجبكم كتير كتير يا ريت تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وريته ألف صحة وهنا على قلبكم جميعا تحياتي لألكم من مطبخ الشيف لو أيا عيسى ترجمة نانسي قنقر